في موضع آخر استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مديري ومسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية وفق ما أفد به بيان للرئاسة الجزائرية المصدر ذاته ضاف أن الرئيس الجزائري استمع إلى الانشغالات المهنية والاجتماعية للأسرة الإعلامية منوها بالدور البارز الذي تقوم به الصحافة في الدفاع عن المصلحة الوطنية كما شكل اللقاء حسب البيان فرصة اطلع من خلالها الرئيس تبون على مقترحات مهنية الصحافة لتحصين أدائها من أجل المساهمة الفعالة في الجهود الوطنية التي تبذل في كل المجالات والقطاعات بيان الرئاسة الجزائرية ضاف أن اللقاء تناول أيضا بالنقاش المستفيد مختلف المسائل الوطنية المرتبطة مباشرة بانشغالات المواطنين معرجا على القضايا الإقليمية والدولية اشتركوا في القناة